موسيقى مشاهدين أكرم أهلا وسهلا بكم في حققتنا اليوم من برنامج شون رايك موضوع حققتنا اليوم موضوع مهم جدا يمس حياة كل مواطن عايش على أرض ليبيا الحبيبة موضوعنا اليوم عن موضوع الفلوس أو موضوع السيولة أو نقص السيولة بصفة عامة كنا عافية بأن في فئات من سكان هذه المدينة بنغازي خاصة ما عندهم مش أصلا مرتبات موضفين الأنابيب موضفين الطيران موضفين قدمات العامة موضفين تعليم مجموعة كبيرة ما تغيرش في أي راتب أصلا كيف بقي الموضفين أما الناس اللي تخدم عندهم مرتبات يعانوا من موضوع نقص السيولة أو أني أعدام السيولة بصفة عامة تمشي إلى المصارف يقول لك الله غالب ومعنiesz فلوس تمشي للمحل ما يرحماك في الأسعار تمشي وما تمشي تلقى الحياة غالية المواطني يعاني نقص السيولة أو أنعدام السيولة غلاء أسعار الخضروات غلاء أسعار موادة غذائية غلاء أسعار الخدمات الصحية أو أنعدام الخدمات الصحية داخل المستشBayات العامة هذا كل المواطن يعاني فيه والأثف من هم القرار في مرتباتنا في حياتنا في ثبات عميق اليوم المواطن عاش الأمرين خصوصا في داخ مديد بنغاز العصية المواطن كافح ويكادح وقاعد يدير في كل شيء بيش يقدم اليد العون لأسرتها ولي الأمر سيء بحوشة لا قاعد يندري تربط عياله ولا حوشة شن ناقصة ولا 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 ليش طول النهار يخدم صبح عشية ليل بش يوفر قوت العيال للأثف المواطنين قاعدين يخدموا أسر الشهداء تعاني شباب اللي قاعدين من غير عمل يعانوا حتى الموظفين يعانوا لأن تكون معاناة المواطن الليبي داخ مديد بنغازي الله أعلم واليوم للأثف وصلنا لسعر الدولار إلى 11 رجنيه هل يصدق أن في ليبيا يوصل سعر الدولار 11 رجنيه المواطن اللي كان هنا مريض ما لقاش بني يعالج كان يمشي بره باش يعالج المواطن اللي عنده شغل اللي يطلع بره باش يدبر شغله الناس اللي تبتحجوا تبشي لأمره والناس اللي يبوا يكاملوا تعليمهم بره منين هجيبوا حق الدولار منين هجيبوا أصل الفلوس باش يمشي يدير حياته لك لما يوصل الدولار اليوم إلى 11 رجنيه والمصرف العام راقد هذا هو اليوم معاناة المواطن الحققية عانينا ونعانوا وما زلنا حنعانوا ولكن اللي عند أمتى المواطن الليبي حينذل اللي عند أمتى المواطن الليبي حيعاني اللي عند أمتى المواطن الليبي يقعد يقول أنا جايبي فاضي وين عند أمتى دواعش المال تحكم في مصيرنا وين عند أمتى التجاري تحكم في مصيرنا أمس بكاميرتنا نزلنا لشوارع مدينة برغازي أمس كان فيه إضراب كامل من محلات الذهب وبيع العملة نزلنا لشارع الحدائق اللي هو المجمع الرئيسي لسوق الذهب نزلنا لشارع السلماني نزلنا لشارع دبي كل محلات الذهب أمس مسكرة بالكامل إضراب بالكامل لبيع ولا شرع دبينا مع بعض أصحاب المحلات فيه منهم نحن نقول لشكل بعض منهم امتلعون هما يطلعوا معنا في لقاءاتنا ويصرحوا ليش هما قدروا هالإضراب على الدولار وعلى سعر الذهب نوعا لي أو نوعا ما كنا نقولوا كيف ما قالوا قالوا خايفين على رواحنا نحن ننزلوا لطرابلس وعندنا تعامل مع طرابلس فما نقدرش نصرحوا في التلفزيون عن إضرابنا لأننا خايفين على شنو مصلحتنا كل واحد في منهم اللي فاكف مصلحتنا شخصية وينسوا مصلحة المواطن والوطن بالكامل مواطن ليبي اليوم يعاني من جميع الصبل ولكن لما يوصر سعر الدولار اليوم 11 رجنيه هذي هي المأساك الكبرى شهدين أكرم معاك من داخل شوارع عصية بغازي ناخذ رأي المواطن في ارتفاع سعر الدولار وغياب المسؤولين معاك مبيكا وباسم الله لدوحقتنا من شنو رأي والله شي 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 متأسفولا كلنا يعني أنا مش متصور انه يوصل 11 رجنيه وحيزيد اخرى أنا متوقع انه حيزيد اكي وهذه حاجة مش في صلاحنا كلنا فرايك ما المسؤولة على رقية الدولار اليوم والله المسؤولة على رقية الدولار ما المتوقع انت من لي مش مسؤولة على رقية الدولار كلهم ابدأها من ناس التجار ابتداء من التجار وعدي كل هاكي كلها تاخد في الموضوع هذا بعين الاتبار يعني انت مثلا خاش المحلات تبي تاخد اي شي بيرمي لك الدولار حتى الرابش اللي هو الرابش يرمو لك توا الدولار فهذه حاجة ما تقدرش توصفها انت شورمانو الدولار معاش تعرف انت اصلا من من اصلا سبب الموضوع الدولار نبي رأيك اليوم في ارتفاع سعر الدولار وصال 11 رجنيه ومعاناة المواطنة في هالموضوع والله طبعا اني هذي حرب وضغط عليه بنغازي بس مهما رقاد دولار ومهما رقاد الاسعار حنقدو عايشين بيم ولا بلام وحتى قد بنغازي هي بنغازي مستحيل حد يكسرها سواء سياسة سواء تشجار اي جيان كانت مش حنركعول حد ثقوه تاكدو مهما يرقى الدولار حنرقو نحن وحننكفهم وحنقدو شاء الله يوصل للمية جنيه بس مش في صالح كم هيجي يوم وحنطلو علي الشيار واي تاجر رقاد دولار والله ما ولد بنغازي المواطن رقاد الريح المواطن اللي هو قد يعاني ببات الأسرة شن يدير في هالفترة هذه يدي الله فيهم حسب الله أنا من الوكيل بس لو اننا عندنا دولة وقائمة على الأسرة صحيحة ما كانت نوصل لها المواصي بصدق بالله والدولار هذا كله 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 بجوع شعب الديبي وبركع جماعة بنغازي اهل بنغازي بصيفها عاما اهل العصير يبركعوها بحيث انها ترضخ للشروط اللي هما يبوح وهي هات هي هات ثم وهي هات وان شاء الله خير بعون الله والله يا رأي من الموضوع تعبان بكر الله قعدنا حتى اللي نشرفين بيعو فيه نفس السعر بيجي الناس ترضى الناس تعيضك هذا من الموضوع هذا بكر المناسبات في الدنيا قرار الأسعار فرق يعني مش كيف قبر حتى بعد نشرف بضاعة جي غالية بجيب بضاعة بجيب بني بسعر يعني ما تقدرش مصاريفنا حتى انا بروحنا مصاريف العمال لما انا لجانب حلو كله ما اشي هات يخدر حتى اللي بيين قال سوى قدع خاص يعاني انت صاحب قدع خاص وتعاني صاحب خاص يعني لعمال لبضاعة لشيء يعني قعدنا حكي عدرنانا بشيكات مصدقة قعدنا نكبروا فيهن يعني معنا شيكات ما نفعلناش نحنا وقتعك وقتك اللي يخدم بفلوسها سواء 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 كذا سواء حدي زي ويقول لك هنا حتى مصاريف ما تساعدش حتى اللي مع اي راتي بيقول لك ماشي ساعد يعني تاوينا 11 نصف هذا بني في رايك انت طوى حاليا كصاحب قدع خاص وانت كمواطن ليبي تمام رجد هالدولار اليوم يعني ما بين ثلاثة ايام أو او اربع ايام من سبعة لثمانية لتسعر عشر اليوم واحداش انت كيف يعني عقلك لما انت تقمز بينك بنفسك شون تقول عقلينا قعدنا حتى نخافه حتى خدمة ماشي قعدنا نخدمه وحتى حاجتنا اللي عندنا قعدنا نخافها اليها من الصراقة ومن الناس اللي تبتت شؤالك لما تسأل روحك قدام الملاية تقول يا عبدلي شون رقاها الدولار هكتين قدت روحك السؤالة وانت؟ سألت اني حاجة غريبة ما قيتش ما فيش لا ممكن نقوله من الحرب ممكن كل واحد يقول فيها حاجة ان الحرب ممكن نقوله نرجى طرابلس اني تحروها بعد تحرير طرابلس ممكن تصقم مواطن ليبي الكادح العالي انت مواطن وفي مواطن را قدري حتى رتب ما يخذش تمام؟ شنه يدير هذا؟ هذا ما ربي فرجه لي والله بصراحة شون نقول لك اني تشوف فيها وتشوف الليبيين وحال الليبيين اني معقولة دولار بيوصل للسعر هذا اني بابابابابا من يوصله؟ وشنه الاسباب؟ اني شوفت معيشة المواطن يا رجل والله والله بصراحة قاعدنا في كارثة حياتنا حتى اصحاب محلات يعانوا من ركوت نعم رب القصة يعاني من صعوبة الحياة نعم اصحاب الاسواق العامة حتى هما يعانوا اذا عمق المسؤول يعاني كيف نعم؟ في اعتقادي نعم في اعتقادي مستحيل لو كان هو اي انسان يعاني مستحيل تكون الردة الفعل متاعها بالشكل اظن ما شفناش واحد تكلم عليه غلال اسعار ما شفناش واحد تكلم عليه غلال الادوية ويريتها بصراحة كنحكي لك ريتها غير ادوية درجة اولى او هاي كوالتي يعني درجة بصراحة 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 الخضرة يا سيدي نعطيك الخضرة مواطن عادي كم مرتبة وبعد امتى بحصلة يعني حتى المصارف يعني الساقف يقول لك 400 دينار يعني 400 دينار مناخد بهم خضرة ولا مناخد بهم لوازم المنزل ولا بصراحة المرض يا ولد عمي ما تحكيش عليه بصراحة المرض والله بصدق وامانة يعني نحنا قعدنا في مأساة في مأساة مأساة وياريت وياريت الكلام هذا يوصل وحتى كان وصل لي ياريتها في حل والله المستعاني ولد عمي فاناني برايك اليوم اول حاجة في راقة هالدولار اللي وصلت لهالمواصل والله يعني بداية الحقيقة الواحد السؤال هذا ما ينطرحش للعوام بصراحة الناس نحنا عندنا جامعات وعندنا ناس اقتصادية وهم عندهم إلمام كبير باقتصاد الدولة واقتصاد البلاد وعندهم ليجان أزمات قاعدة تخدم لهم سنتين ولا سنين ولا أربع سنين وعارفين الاقتصاد الليبي كيف ماشي الاقتصاد ريعي ماشي على بيع النفط بيع النفط من هنا نزل دولار جيل المصرف ليبيا المركزي عندها مشاكل مؤسسة الوطنية عندها مشاكل إذا كان لا أنا نحكو على المؤسسات الاقتصادية اللي هم دور يعني دور حقيقي في البلاد يعني هو عندك هو المصرف وعندك النفط النفط دخل للبلاد دخل السؤال يعني انت تسأل بالحق الناس هضوم ليهم اقتصاديين وفهمين فهمين اللعبة هدي كيف ماشي هي لعبة بصراحة يعني أيام النفط مسكر وجدران مسكر النفط النفط مكنش سعرك حقيقة ولا لا يعني كيف يوصل اليوم؟ اليوم ساعة توا انت قلت لحداش نحنا قد نروح فرحانين ونقولوا عشر معناها بكرة خمستاش السؤال الآخر تعال انت دير دورة في بنغازي أو أي منطقة أخرى تلقى فيه ناس تبني ممكن تشوف المبنى ها هل اللي يبني توا بسعر السوق الموجود توا والمواد اللي كل يوم يتغيرا هل هو هضا الشخص هضا عنده يعني عنده عنده إيراد من اقتصاد البلاد؟ لا هضا شغل دولار وهضا شخص ما نحكيش هضا بحد ذاته ولكن نحكي بالعموم يعني بالعموم الناس اللي قاعدة توا تستغل في الفرصة هضاهم اللي هم يد في ارتفاع الدولار واحد توا بلد الدولار بعشرة جنيه وقاعد يبنيلي ولا قاعد يدير في مو يقول لك لا أنا قاعد والله ما احتفظ بالمال الباقي انت ما احتفظ بالمال مواد الأولية كيف تشريفين من السوق المحلي والسوق الموازي وكل شي يزيد صح والله لا الموبايل توا هضا حقها كان 300 جنيه توا في بالفين جنيه ضن الحديد بيش معناها انت تجيب في عملة ومستفيد من حق الارتفاع سعر الدولار في السوق وهضا نعكس علينا نحن كمواطنين وكحيانين وتعبانين نعكس علينا سلبا هم بالإيجاب هم استفادوا وهو هيأجر بعدين هيعاوذ اخسارة؟ مش اخسارة هذا هو مكسب مضاعف هذه العملية عملية تفاضلية عملية تفاضلية محمد كرام هذا لسير قاعدة نخبة من الناس اللي مستحوذة على العملة سواجة من الخارج او هي قاعدة محتفظة بيه من قبل هضا هم حيسيطروا على الدولة واقتصاد الدولة شئت ام ابيت انت في طائفة حتطلع توا مش طائفة يعني طبقة من الأغنياء انت زمان ما تقول هضا كيف؟ هضا كان ما عنده شي وتوا مليونير لا هضا كان عنده مئة ألف دولار توا حق المليون وانت كان ما عندك شي كان عندك مرتب وما تقدرش تاخده من مصر فانوا واحد من الناس نمشي نسلف من هضا وندير من هضا وندير من هضا بيش ناكل ناكل ونوكل عيالي مش هدينا كرام وصلنا بيكم لنهاية حقتنا اليوم من برنامج شون رايخ نزلنا للشارع ووصلنا صوت المواطن اللي يعاني من هالوضع يحنا عايشين فيه وقال رايي اليوم في ارتفاع الدولار إلى 11 جنيه سؤال المواطن سؤال الكل من المسؤول على ارتفاع الدولار المفاجئ بين أربع أيام من 6 جنيه لوند 11 جنيه من المسؤول عن قوت اليبيل يقعد يوم بعد يوم يغيب عليهم من المسؤول على الأطفال اللي يجاعوا داخل بلادنا وخصوصا مدينة بنغاسي اليوم المواطن قاعد يعاني المواطن اليوم قاعد يشكل المواطن اليوم يعاني من شنو؟ اعدام السيولة وليس قلة السيولة يعاني من غلاء أسعار الخضروات غلاء أسعار المواد الغذائية غلاء أسعار المواد الصحية غلاء أسعار الأدوية غلاء أسعار كل شيء كل شيء غالي في بلادنا اللي حاجة واحدة وكل كم عارفينها هي شنو؟ اليوم السؤال نقوله من يلطف بحال المواطن؟ مسؤولين الناس والساسة مصر في ليبيا المركزي أي واحد عايش في بلادنا نقوله اليوم ما هو الحل؟ نتمنى من أحد المسؤولين أو السيد محافظ مصر في ليبيا المركزينا يطلع ويوضح للناس من المسؤول في ارتفاع الدولار إلى 11 جنيه اللي بيعالج واللي بيعاني واللي بيتاجر واللي بيخدم واللي بيزوز واللي بيقرأ واللي ولي 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 كيف يدير؟ الله المستعد في الختاب ما نقولكم إلا السلام مننا يحفظ الله بلادنا يحفظ الله وطننا ويفقنا الله من دواعش المال اللي تب تدمر المواطن دخم بغازي ولكن بغازي طول عمرها عاصية المواطن دخم بغازي طول عمرها متحمل ما زال يتحمل نحنا قدمنا أرواح قدمنا الشهداء قدمنا التراب كبير جدا وهالتراب حين كلنا قدمنا عليها أرواحنا من أجل حاجة وحدة ننعيشه أعزاب شرفاء في بنغازي فياريت ياريت ياريت نحترم المواطن ياريت ياريت كفانة ذلة للمواطن الليبي وياريت نقدروا الشخصية الليبية البنغازية خاصة هو الليبية عامة في الختاب مكملنا غير السلام حفظ الله لي بجوتة في عائل الله السلام عليكم